منوارنا كابتن ومشرفنا ويعني احنا بنتكلم على مشوار النادي الاهلي مشوار النادي الاهلي وحضرتك عارفهم تابع على مستوى المشوار الافريق على مستوى المحلي في الدوري مباريات ضغط مباريات فيه لعبة جاية من المنتخب يعني فيه جزئية كده عنق زجاجة وان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يخرج منها لكن فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني وتأهله لدور التمانية كان شيء اكتر من رائع متعودين عليه لكن عايزة اخد رأيك في القرع ويعني طبعا اللقاء المرتقب ما بين النادي الاهلي وطبعا الرجاء المغربي في دوري التمانية شايف المباراة دي ازاي والقرع هل كان النادي الاهلي من خلال مشواره في دور المجموعات كان ممكن يتجنب ويطلع الاول او حضرك شايف ان ده لا يؤثر على مسيرة النادي الاهلي لا لا يؤثر الحقيقي لان احنا يمكن الموسم اللي فات والموسم اللي قابليه الحقيقي احنا حصاد مع البطولة واحنا في المركز الثاني يعني اولا النادي الاهلي مفروض ان هو بالعكس يعني ده فيه فرق بتبقى في المركز الاول تتفادى ان هي تلعب النادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي تتفادى يلعب حد شايف اعتقد في افريقيا كلها اذا كان في الشمال افريقيا او في افريقيا عموما لا اي حد بيتفادى ان هو عاوز يتفادى ان هو يلعب النادي الاهلي فدي ما فيهاش أي مشكلة خالص وأنا شايف أن الحقيقة يمكن أجهز فرقة في الفترة اللي فاتت الوداد الوداد آه الوداد يعني أنت لما تشوفه لأ رجع تاني كقوة ورجع تاني بيلعب كرة جمعية بشكل كويس قوي ورجع تاني بيسجل أهداف الحقيقة كتير كمان في مبارياته فإحنا يمكن عدنا دي إحنا مبرات الرجاء إن شاء الله بإذن الله قادرين أن احنا نتخطاها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يمكن كابتن بيبقى كويس لما أنت تلعب مع فريق كنت شايفه قبل كده يعني إحنا في السوبر ما اختلفش كتير الوداد يمكن بس التغيير في المدير الفني طبعا التوصي حاليا هو مجرب الرجاء ولكن ما اختلفش كتير أو السكوات بتاع الأهلي والسكوات بتاع الرجاء عن مبارات السوبر هل ده بيكون كويس إن موسيمان يلاعب فريق شايفه قريب ويحضر عليه فنيا ولا حضرتك كنت بتشوف مثلا إن مواجد فريق زي التراجي كان ممكن يكون أفضل بعيدا بقى عن الوداد بما إن حضرتك استبعدت الوداد لا أنا أنا في رأيي لا يعني الرجاء في المتناول وهما فرق كويسة أو لكن هما ما فيش جديد في الحقيقة فتعاقطات جديدة ده المهم آه يعني ده اللي بيصنع الفارق الحقيقة بتجيب لعيب مستوى عالي الحقيقة فيه لعيبة كتير جدا بنشوفها إن هي بتبقى هي اللي بتصنع الفارق يعني الوداء الرجاء الحقيقة تيم كويس وتيم بلعب كرة جماعية وتيم المدرب بتاعه فرق معه الحقيقة في الفترة الأخيرة دي لكن إحنا قادرين زي ما قلت لك إن فعلا موسيمان يلاعب الفرق قبل كده وبعدين في نفس الوقت شافهم فبالتالي سهل جدا إنك تتعامل معه لكن يمكن بس هي فيه شوية حاجات قلة دهوقتي هاني حتة المبارات المتدولية دي مشكلة كبيرة لكن هي هي برضك فيه حاجة عشان الحقيقة برضك نتكلم بمنتهى الصراحة هاني الحقيقة إحنا لسه في أول الموسم وفي أول الموسم غير لما بتبقى بتلعب مبارات في آخر الموسم مبارات المتدولية زي زي الموسم اللي فات الحقيقة فالتعامل مع الحقيقة في أول الموسم سهل جدا يعني يمكن أنا حتى اختلفت قبل كده مع مستر موسيمان الحقيقة في حتة فترات الراحل كتير لدي أجازة خمسة يام أو أسبوع نشر يوم في وصل اتناشر يوم تمانة يام خمسة يام أنا يمكن بشوف مثلا مبارات الأهلي والهلال السوداني لا إحنا برضك عندنا حيطة الكوة وحيطة السرعة مش موجودة زي فترات كتير جدا في تيمي نادي الأهلي أكيد بعد التوقف كمان في البداية بتبقى بالريتمي لسه مرجعناش للريتم المغرية بالضبط يعني إحنا برضك حتى رجعين بعد ثمانة يام راحة سلبية لكن إحنا يعني إيه ما نقولش مثلا إن إحنا في مبارات متوالية زي الموسم اللي فيها لأنه إحنا كنا بنعا في آخر الموسم آخر الموسم طبعا ده ضغط مباريات وكل اللي عيب له كم مبارات ثلاثين أربعين مباراة فبتبقى فعلا الضغط والإجهاد يبقى موجود لكن إحنا لسه في بداية الموسم ده نادي الأهلي إذا تشوف المبارات الحقيقة المسابقة المحلية ده إحنا لسه في الأسبوع كام عشر مبارات يعني عشر مبارات لسه المغزود البدني موجود بنبدأ الموسم ترجمة نانسي قنع